موسيقى مشاهد الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله بالخيرات أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة ومع حدث جديد في هذه الحلقة مشاهد الكرام نحصلة الضوء على المشاورات الأممية ولماذا ما تزال تراوح مكانها فيما لجان المقاومة تعلن عن الكثير من الجرحى ومن الشهداء موسيقى موسيقى مساعي أممية لم ترى النور بعد ومظاهرات تؤدي إلى أو تفضي إلى قتلة وجرحة ما هي خلفية تصاعد هذه الاحتجاجات تحديدا بعد استشهاد أحد المواطنين في مظاهرات الأمس في أم درمان للحديث حول هذه العنوة بمشاهد الكرام يسعدني هنا في الإستيديو أن أصططيف المحل السياسي الأستاذ أسامة عبد المجد أهلا وسهلا بك أستاذ أسامة مرحبا بك أستاذ صلاحي بأستاذ المشاهدين يا مرحبا أهلا وسهلا بك أستاذ أسامة تحدثنا كثيرا عن الآليات الثلاثية تحدثنا كثيرا عن المبادرات المحلية مبادرت أيضا أكاديمية جامعة الخرطوم أكاديمية الجامعات بشكل عام حتى تلك التي طورت ونكحت كل هذه المبادرات كل هذه المشاورات لم ترى النور بعد فيما الاحتجاجات تتصاعد في الشرع السوداني ما هي الأسباب يا هلطبا في البداية التحية لك مجددا يا أستاذ صلاح والتحية للأكرم مننا جميعا الشهداء هذه السورة الذين في كل صباح جديد يغدمون روح جديدة تصعد ضمن كواكب الشهداء لترسم معالم الطريق ولترسم خارطة السودان الذي يحلم به هؤلاء المتواجدين على الشوارع الذين يعانون الغهر والظلم أولا المبادرات متعددة وتقريبا في جزء من المبادرات تم دمجه فيما يعرف بالآلية السلاسية التي هي مبادرة الاتحاد الأفريقي ومبادرة الإيقاد وإضافة للمبادرة التي يسيبت على فولكر بيرتس تحت الأمم المتحدة أم ستسمى هل هي مبادرة أم مجرد مشاورات؟ هي مبادرة طبعا مكتملة الأركان ومدعومة بغرارات صادرة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن هل لنا أن نعرف يعني؟ وهل للمشاهد أن يعرف ملامح هذه المبادرة؟ هي الهدف الاستراتيجي لها إعادة المسار تحول الدموراتي هذا الهدف الاستراتيجي وبناء الدولة المدنية حسب جوهر هذه المبادرات نجتمع مع بعض لكن سؤالك الأول لماذا هذه المبادرات تراوح في مكانها؟ ولماذا الشارع ما زال ملتهبا وإلى مطع؟ نفس هذه الأسئلة يعني يمكن أن نغابلها بأسئلة كم مطلوب عدد من الشهداء حتى ينصع من بيده البندغية إلى منطق الأشياء كم مطلوب من الجرحة من فتيان وصبايا وكنداكات ورجال ونساء السودان حتى يتنازل من بهم إصرار على الإمساك بالسلطة أن يتنازلوا لهذا الشعب وهذه السورة لتشق طريقها كم من المفقودين نحتاجهم حتى يكون السودان سودانا كل هذه الأعداد المهولة ورابة المئة وعشرة شهيد بما فيهم شهيد الأمس هؤلاء الكواكب لم يدلوا هذه السلطة الغاشمة إلى رشدها تصدق يا رضيغي أن بالأمس وغبل الأمس باهمت هذه السلطة عشرات الأوكار للمجرمين ما يعرف استلاحا بتزعى طويلة في مناطق مختلفة من العاصمة ينهبون يقتلون يرتكبون الموبغات وما فوقها يسلحون لهم من الأسلحة ما يكفي للدفاع عن نفسهم كل هذه الأوكار داهمتها قوات الشرطة والجيش والغوة المشتركة من الحركات جميع ولم تطلق رصاصة واحدة ولم تطلق رصاصة واحدة هل القتل قبض عليهم؟ تم القبض على عشرات إذا ما قلتها مئات عشرات منهم بدون إطلاق رصاصة واحدة في المغابل هذا تفضل مظاهرات السلمين الذين يحلمون بمستقبل أفضل للوطن والذين يسعون لبناء وطن خير تتكس عليه يعني تغمع فيه شعارات السلام والحرية والعدالة هؤلاء يواجهون بالرصاص يواجهون بأنواع من الغنابلة الجديدة السكسك وغيره وغيره يواجهون بالغنابلة الصوتية يواجهون بأنواع من العنف المفرب فلماذا؟ هل هو تشبس بالسلطة؟ أم هل هو حماية للمجرمين الحقيقيين الذين يرتكبون ما يرتكبون من جرائم في الشارع السوداني لذلك لن يغف هدير الشارع لن يصمت هذا الشارع الذي يحلم بوطن آمن بوطن مستغر بوطن تتحقق فيه التنمية التنمية في كل أغاليمه لقد عانى الشعب السوداني كثيراً ومن مرارات الحروب في المناطق باسم الغبيلة باسم العشيرة باسم الدين باسم أشياء كثيرة جداً لقد عانى الإنسان السوداني من الفقر المضغى لقد عانى الإنسان السوداني من تحمل أقصى ما يمكن أن يتحمله إنسان تخيل يا سيد العزيز أن يكون هناك مزارعين سودانيين يحلمون في هذا الوطن بأن يوفرون الخبز والرخاء لشغيقهم الإنسان يزرعون مئات الأفدنة بالغمح بناء على ويع الدولة بمؤسساتها بأن هذا الغمح سيتم شرائه منهم وتصديره إلى الخارج أو إلى المخازن أو وضعه هو حتى في أسوأ الفروض لإحتياطي للظروف الأقتصادية الغير مأمونة في عالم كل ما فيه ينزر بمجاعات وينزر بأزمات اقتصادية يأتي موسم الحصد ويحصد هؤلاء المزارعين الكادحين محصودهم بعشرات الجوالات مغابلة الفدان الواحد وتخزي لهم الدولة تخزي لهم الدولة بأن لا تشتري منهم ما حصدوه وأن تروح جهودهم هباء وتروح عرغهم للسراب فهؤلاء المزارعين يركب عليهم الخسائر خسائر الزراعة وخسائر عدم البعض فهذا هو مصدر دخلهم لهم والعوائلهم أعتقد نعم أستاذ أسامة أعتقد بأن الدرس الحالي الذي يعني يجرى على كل الدول في العالم لأسيما الدول التي تستورد القمح الروسي والأوكراني وأيضا الأمريكي مع ارتفاع الأسعار والأزمة التي تهدد القذاء العالمي أعتقد بأن هذا الدرس سيكون صعبا على من لم يدعم المزارع اليوم الدول مطالبة دول مطالبة في دعم الزراعة المحلية وللأسف أن السودان ما تزال تستورد القمح فيما يعني رغم أن الأرض السودانية أرض خصبة وزراعية وموجود فيها المياه والأنهار وموجود فيها الأيدي العاملة وموجود فيها الكوادر يعني لا بأس أن تدعم الدولة المزارع حتى لو خسرت عليه القليل في بداية الأمر لكن مع ذلك هي ستحفظ العملة رصيد العملة الصعبة في البنك المركزي بدلا أن تذهب به لتشتري من الخارج لديها عملة صعبة بالتالي استقرار الوضع الاقتصادي واستقرار العملة واستقرار العام نعم هذا تفكير ما تطرحه أنت هذا تفكير الذين يرون الحقائق هذا تفكير الذين يحسون بمعاناة الآخر هذا تفكير الذين يفكرون بطريقة سوية فما باللذين يتآمرون فما باللفاشلين فما باللذين يفقدون المنطق ويواجهون حتى المزارعين كما في منطقة أبو نعامة بالرصاص والموت والغرب نعم لنطبيع السامة هذه عفوا هذه يعني من أكبر كوارث الفشلث الذي يرتكز على البندغية لذلك قلنا أن خيار الأمثل لأن يخرج السودان من هذه الهوة العميقة هو أن تكون هناك دولة مدنية الدولة المدنية هي التي تستطيع أن ترى ما رأيت أنت تستطيع أن ترى الخطر الغادم من الأصغار البعيدة الدولة المدنية هي التي تستطيع أن تحمل إنسان لأنها زاد غيم كبيرة لكن الحكم العسكري نعم سامة حقيقة عندما يرى المزارع بأن كل هذا الجهد سيذهب هبا وكل هذه الفدانات ستزرع لمدة ستة أشهر تقريبا أو أقل أو أكثر ثم سترمى لن يتفاعل مع أي دعوات قومية من قبيل زراعة الأرض والاهتمام بالأرض لأنه في الأخير سيبحث عن هو مزارع ومواطن في الأخير ليس لديه الإمكانات الكبيرة ينظر إلى الخسائر وينظر إلى الأرباح أنا أيهما أفضل لي بأن أشتري هذا القمح المستورد بمبلغ معين أم أني أزرع وأتعب وربما أأتي بإجار للعمال والكادحين والأرض والزراعة وغيرها خلال هذه الفترة كلها بعد ذلك تنتهي هذه الجهود إلى النيل أو تنتهي ثم ترمى إلى المياه هذا من العبث مع الأسف يا سيدي صلاح هذا الواقع هو ما نعيشه الآن ما يعيشه المزارع وليس المزارع فحسب هل تعلن يا سيدي العزيز يعني من أسباب هذا الفشل في إنقلاب 25 أكتوبر أن منطقة الصناعات في صافولة في سوبة في القرطوم بها عشرات المصانع لسودانيين أو لمستثمرين عرب أو حتى مستثمرين صينيين أن كل هذه المصانع إذا لم أغل كلها 80 أو 85 أو 90% من هذه المصانع الآن معروضة إلى البيع حتى بأغل من غيمتها الحقيقية لماذا؟ الفشل الاقتصادي الذي توغل فيه البلاد يوما بعد يوم أنت صعوبات يا سيدي العزيز في تأمين البترول صعوبات في تأمين الكهرباء صعوبة عدام للمياه عدام للطرق الآمنة للصادر والوارد من وإلى الميناء العمالة الغير مدربة العمالة المدربة أصبحت زاد غيمة عالية بما تصاعد في غيمة العملة الصعبة كل هذه المعويغات عندما تتحدث أنت أستاذ أسامة عن مصنع واحد على الأقل هذا المصنع يعمل فيه أكثر من 50 موظف على الأقل يعني لو قلنا أن هذا المصنع صغير وراء هذا 50 موظف أسر كبيرة وراء كل موظف ما لا يقل عن عشر أفراد من أسرته ولكن تتخيل الحجم البطالة التي ستنجم عن إغلاق مثل هذه المصانع في حال السمر الوضع على ما هو عليه طيب نحن نتعرضنا إلى الجانب الزراعي وتعرضنا إلى الجانب الصناعي هذه الظروف وهذه أقصد الأحوال الموجودة ماذا تتطلب أو ماذا تحتم على صناع القرار أو على المكونات التي بيدها القرار ماذا يحتم عليها للحفاظ على ما تبقى من أمن الزراعي وأمن الغذائي وأمن صناعي يا سيد العزيز هو ما يدور الآن في السودان عنوان كبير مميز للفشل في أبهى صوره هذا الفشل هو جرح عميق في جدان المواطن السوداني وفي حياته الاقتصادية والاجتماعية حتى الآن المطلوب لوضع حد لهذا الفشل هو تكوين جبهة شعبية عريضة من الغوة السياسية لإزالة وكنس هذا الإنقلاب الذي أتى في 25 أكتوبر هذه الجبهة العريضة هي التي تستطيع من خلال توحد مركز الغرار فيها ومن خلال توحد رؤيتها لضرورة إزغاط هذا الانقلاب أو كنس هذه العملية الانقلابية والوصول الموحد إلى غرارات تتناغم وتتساوى مع حركة الشارع السوري وصولا لمرحلة الإدراب السياسي والعصيان المدني بغض فشلة الآلية السلاسية لماذا؟ لأن هذا التعند والتشبس من غبل العسكر الحاكمين بكرسي السلطة أغلغ الطريق كان في البداية من المطلوبات واحد شروط تهيئة الأجواء تهيئة الأجواء بإطلاق صراح المعتغلين في سجون وزنازين النظام فما زال هناك عشرات المعتغلين في الزجون وزنازين النظام بل هناك معتغلين في منطقة برسدان يعانون الأمرين يعانون المعتغل كمعتغل ويعانون توفير الخدمات الإنسانية للمعتغلين ليس للمواطنين كأحرار للمعتغلين يعيشون في أوضاع قاسية هؤلاء يناشدون الراية العامة العالمي يناشدون الضمير الإنساني بأن يلتفت إلى مأساتهم هذا جانب الجانب الآخر سيد صلاح الجانب الآخر اللي هو عدم إطلاق صراح هؤلاء المعتغلين وعدم إيغاف العنف وهو أحد شروط تهيئة الأجواء إلغاء حالة الطوارئ وإيغاف العنف فما زالت هذه السلطة الدموية توغل يوما بعد يوم في الدم السوداني الطاهر ما زالت تمارس القتل ما زالت تمارس أشد أنواع العنف ضراوة تجاه الأسلميين والعزل الذين لا يملكون غير حناجرهم هذا كلام لجان المقاومة وأنت أيضا تعبر عن نبض هذه المقاومة أو نبض الشارع السوداني ولكن بالنسبة للمكون العسكري له تبريرات أخرى ويقول بأن هذه المكونات تريد أن تأخذ بسودان بعيدا عن سيادته واستقلالي أنا هنا يعني أوضح وجهة نظر المكون الآخر لأنه ليس موجود معنا ومن المهنية أن نأتي بوجهتي نظر المكون المدني والمكون العسكري سنذهب أسامة سمحتلي إلى لقاء أيضا للبرغام بدبلوماسيين السودانيين وتحدث حول دورة دبلوماسية السودانية في القارج أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد أستاذ أسامة نحن نتحدث عن الاحتجاجات وتصاعد الاحتجاجات ونريد أن نصل على الآليات أو الوسائل التي يمكن التوافق عليها النقاط التي يمكن يعني أن يتم التوافق أو الالتفاق حول هذه النقاط بعيدا عن التخندق في كل يعني لكل جانب في مكانه يعني إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن أن المكون العسكري لديه رأي والمكونة المدنية أيضا لديها آراء ومتخندقة في مكانها إلى متى؟ كم تحتاج من الوقت؟ يا سيدي عمر السورات لا يغاز بالوقت السورات تغاز من إنجاز أهدافها أولاً لو سمحت لي بس نقطة قبل هذه تحدثت أنت عن غياب من يمثل المكون العسكري في الدفاع عن وكهات نظره وأنا أقول لك بالفم المليان لن تجد مواطن سوداني شريف لن تجد مواطن سوداني شريف صاحب ضمير حي يستطيع أن يدافع عن هذه التجربة هؤلاء لو سمحت لي هؤلاء طب بعيداً عن نتحدث عن النقاط التي يمكن التوافق عليها لو سمحت لي هؤلاء تربطهم بعض المصالح التجارية يزعون لحمايتها لذلك يتشبسون بهذه الكرسي التوافقات تم التحدث عنها في إطار الآلية إطار الآلية على حتى ينضي تمضي المبادرة غدماً ويمضي الحوار غدماً لابد من توفر شروط ما هي هذه الشروط؟ الشروط هذه هل هذه شروط المكوه المدني أم الثورة أم لجان المقاومة أم شروط هذه الحرية والتغيير بأحزاب المختلفة وبمن الظناطة المتمر أي من الحرية تغيير؟ المجلس المركزي أم المجلس المركز هنا خيطة حرية وتغيير آخر لا أتحدث عن الآخر أنا ولا يمسلني ولا يعبر عني ولا يعبر عن ضمير الشارع السوداني الآخر هذا هو حاضنة النظام يعبر عن النظام حينما أذكر هنا الحرية والتغيير أذكر المجلس المركزي اللي هي ضمير الحي للشارع السوداني إضافة للجان المقاومة التي تمثل ثورية الشارع إضافة لبعدها الأحزاب الأخرى والنغابات وتكمع وحزاب الحزب الشيوعي خارج الحرية والتغيير لكن هو في إطار أو خندق السورة بالمناسبة عند الحزب الشيوعي لماذا تم يعني إيقاب بعض القيادات؟ هذا يعني سواء في جوبة أو في تم الحديث عن تم الحديث هذه إراءات أمنية تتعلق بدولة أخرى وأعتقد حسب ما رشح في وسائل الإعلام أنه الغيادات السلاسية للحزب الشيوعي محمود صالح ومختار الخطيب والأستاذ أمال الزين لقد انتغلوا بزيارة رسمية لدولة الجنوب ومن دولة الجنوب غادروا إلى مدينة كاودا اللي هي تقع كجزء من جمهورية السودان وعادوا مرة أخرى بدون إذن إلى دولة الجنوب في اجتماعات مع فصائل سياسية لإنجاز أهداف سياسية غير مرئية لأني شخصيا ما أعرف ده جانب أيضا في الخرطم عندما عادوا للخرطم تم يتلقى صراحهم تم توقيفهم في الجنوب وتم بعد ذلك المؤتمر السحب واللزق عقد الحزب الشيوعي أنه تعاملهم باحترام وتم تسيرهم إلى الخرطوم وتدعاهم لدى جهاز الأمر لمدة أقل من 24 ساعة لكن المستجد في هذا الأمر هو اعتقال الأستاذة أمال الزين ومن هذا المنبر أقول أن الحرية حق وليست منها أو هبة من أحد ونطالب بالحرية لأستاذة أمال الزين التي تكون معتغلة في أسباب سياسية أو غيرها لكن تتعدد الأسباب والاعتقال السياسي هو اعتقال واحد الحرية لأمال الزين الحرية لكل الشرفاء الحرية لمعتقلية المغاومة في زنازين النظام وهذا حق من حقوقهم الأساسية فلذلك يا سيد العزيز الآلية اليوم اليوم 22 مايو أصدرت بيان اليوم أصدرت بيان أدانت فيه عدم امتصال السلطة لتوفير تهيئة الظروف لانتصير العملية السياسية إلى الأمام عدم امتصال السلطة الإنجلابية مسألة إغافة العنف واستنكرت الآلية السلاسية اليوم في بيانة هذا العنف المفرط في أم درمان وفي مدن السودان المختلفة واستنكرت عدم رحالة الطوارئ واستنكرت عدم إطلاق صراحة المعتقلين وهذا ثلاثة شروط أساسية ترتهيئة الأجمع عليها العملية السياسية حتى تفتح الطريق لاستكمال مسيرة الانتقال الدمغراطي وحتى تكمل الفترة الانتقالية دورتها ويتهيأ الآخرين لبناء الدولة المدنية وإجراء عمليات الانتخابات النزيهة بعد نهاية الفترة الانتقالية لتوافق بعدها كل السودانين في إطار دولتهم المدنية بوضع دستور سوداني يحمي مؤسسات وهيئات ومكونات وهوية شعب السودان طب أنا عندي هنا سؤال وأريدك أيضا أن تجاوب من يعني بصفتك محللا سياسيا ما هي المخاوفة التي يخشاها المكون العسكري لتسليم السلطة إلى المكون المدني أولا يا سيد العزيز المكون العسكري برأيك ما هي المخاوفة أنا نتحدث لا نتحدث عن الأشخاص المكون العسكري يرتكب من الموابقات ومن الجرائم ما يندي لها الجمينة الإنساني خجلا إذا كان بعض عناصر اللي موجودين الآن في السيادة مجلس السيادة وفي السلطة من خلال تواجدهم في النظام البائد وغياداتهم لمناء مؤسسات عسكرية في دارفور وفي غيره ومساهماتهم كما المحاكمات التي تجري الآن في محكمة لاهاي لقد وردت أصماء بعضهم في هذه المحاكمات هذا جانب الجانب الثاني الجريمة الإنسانية الكبيرة التي تتعلق بفضل اعتصام اعتصام الغيادة ومئات السودانين الذين راحوا ضحايا هذه المجازر البشرية البشعة ومئات الجسس التي بمغل غاؤها في النيل طب ألم تشكل ألم تشكل محاكمات لجانب لا لا أيضا هنا حتى تكون الصورة أيضا راضحة أليست هناك أيضا إجراءات قضائية تمت لتوجه تهم لأشخاص فيما يخص مجزرة فضل اعتصام يعني أثناء التوافق ما بين المكون المدني والعسكري يا سيد العزيز تم تكويل اللجنة برئاسة أديب محامي سوداني معروف واللجنة أخذت من الزمن ما أخذت وتعتقد أنها لم تستطع أن تصل إلى غرار جاء أنجلا في 25 أكتوبر ليقطع الطريق أمام الوصول للحقائق أمام الإدانة التاريخية لهذا المكون لذلك كان يتخوف يسعى بكل لغوته ألا يتم وصول السلطة إلى المكون المدني لأن المكون المدني أولى مسائله هي فتح هذه الملفات وإنجازها بالسرعة المطلوبة أمام الغضاء وأمام العدالة النزيهة ليس هذه العدالة التي أتت على ما يعرف بمراجعة الغرارات لجنة إزالة تتمكن هؤلاء أبو سبيحة وبعض السفراء التي تعرضت عرضتهم في تغييرك نعم عندما يتحدث أحد القيادات ويقول نحن تدعونا إلى العودة إلى ثقناتنا وأنتم تحدون السكاكين لنا ما الذي يقصدهم بهذه العبارة هو الخوف يا سيدي العزيز من المصير الحتمي الذي يهربون منه اليوم لكنهم حتما سيواجهونه غدا وإن لم يواجهونه فهناك رب كريم هناك رب كريم وحسابه العسير يتحربون من حساب الدنيا لكن أين المفر من حساب الآخر هؤلاء ارتكبوا من الجرائم ما ارتكبوا أحمد خير شهداء دون السن نعم فلذلك هذا السن الذي يتكلم عنه هو أن تأخذ العدالة مجراها هؤلاء لا يريدون أن تأخذ العدالة مجراها يريدون أن يعطلوا هذه العدالة بأن يحلوا لجنة أو يغفوا أو يجمدوا لجنة بإزارة التمكين ليأتوا بعناصر تسمي نفسها غانونية إذا كان في النيابة أو في الغضاء وهي أبعد ما تكون عن الضمير الغضائي وأبعد ما تكون عن نزاحة الغضاء السوداني وترتكب ما نتابعه ونعرفه من إعادة مفصولي لجنة الزميزة التمكين من غضاء ومجرمين وغيرهم إلى العمل نعم دعا نتحدث أيضا حول المحور الثالث لهذه الحلقة وهو الخشية من نشوب صراعات داخلية داخل المكونات المسلحة داخل الجماعات المسلحة الأسيما وأن هذه الجماعات لم تنصهر في إطار الجيش السوداني الواحد الذي لديه عقيدة واحدة ولديه أيضا هدف واحد ولديه أيضا هيكل ونظام واحد هل هناك من مخاوف حول من نشوب صراعات داخل هذه المكونات مؤكد طبعا مؤكد أن هناك خلافات عندها أسباب معينة أولا الحركات هذه التي تحدث عنها هي يعني أغلبها حركات بارفورية يعني كلها ناشئة ومتكونة في إغلين بارفور وإغلين بارفور للعوامل العوامل السلطات المتعاغبة على السودان كان من أكثر أغاليم السودان معاناة في مسألة انتشار الوعي وانتشار المعرفة والتهميش الاقتصادي وهذه هؤلاء العاملين هم نعم يمكن أكثر ركيزتين للارتغاء بالوعي الشعبي لذلك نجد أن هناك طبيعة الصراعات في منطقة دارفور إلى الآن هي صراعات عشائرية صراعات غبلية حول السروة والسلطة وحول السأرات وتصفية الحسابات بين البيوتات والغبائل وغيرها وهذه لن تزول ولن تتلاشى إلا من خلال إحداث نغلة كبيرة في الوعي في هذا الجزء العزيز من السودان هذه الحركات نشأت في ظروف مواجهة النظام البائد بدوافع مختلفة يعني حتى الحركات التي كانت تتبع لغبيلة وحدة يعني كان هناك بينها خلافات يعني مثلا إذا قلنا الزغاوة هناك العدل والمساواة وهناك حركة تحرير جيش تحرير السودان من ناوي وغيرهم فالعشم الكبير كان بعد إزغاط النظام بأن تتم معالجة معالجة لهذه الحركات وتناقضاتها حتى لا تتفتت وتتجزى وتتجزى المجزة وتتجزى تكون بينها بزور فتنة وبزور تصفية الحسابات وبزور إجعال ميران قبلية لذلك يا سيدي صلاح وعليش كان هناك الدعوة الأساسية بمسألة الدمج وعادة تكوين هذه الحركات والتسريح ودمجها داخل الغوات المسلحة وكما تفضلت أنت في إطار عغيدة عسكرية وحدة تتولى حماية الحجود السودانية وهذا أكبر من أكبر أسباب فشل المكوين العسكري هو عدم معالج إشكالية هذه الحركات وعدم استباب الأمن في أجزاء كبيرة من السودان هذا واحد من الدواعي الأساسية كما ذكرت لك سابقا في كذا حلقة بأن المكوين العسكري مبرر في التواجد على المسرح السياسي هو توفير الأمن لكن كما كررنا مرارا وتكرارا أن أكبر أزمة يعاني منها السودان الآن هي الانفراد عبد الأمن الانفراد عبد الأمن في الخرطوم وفي الولايات وفي منطقة دارفور وغيرها طيب ماذا الاتفاق وما تقييمك لما تم التوقيع عليه هل هناك حقيقة يعني فائدة للشعب السوداني للسودان من توقيع هذا الاتفاق حتى اللحظة أولا يا سيد العزيز في وقتها أصناع المفاوضات في منطقة مدينة جبة في دولة جنوب السودان المفصولة غهرا كان هناك حوار يدور وحول اتفاقية سلام ديوا وكثير من الغوة السياسية إذا كان من حزب البعث العرض الاشتراك الحزب السوداني المؤتمر السوداني التجمع الاتحادي كثير حزب الأمة عفوا كثير جدا من الحزب السياسية أبت ملاحظات حول هذه الاتفاقية بأنها يشوبها غصور وتحتاج إلى عمليات تعزز منها ومن تغويتها حتى تصبح نافذة وحتى تصبح يعني بها معالجات إلى الوضع الأمني وترتيبات الأمنية في السودان نعم لكن تفاجأنا بعد ذلك لاحقا بتصريحات لغاية جيش تحرير السودان اللي هو مناوي يتحدث مناوي عن أن هناك كانت تجري بينهم بعض المفاوضات تحت الطاولة بين من ومن؟ بين الحركات العسكرية والمكونة العسكرية الحركات المسلحة والمكونة العسكرية في تغييب باقي الغوة السياسية المدنية كانت هناك كباشي والموصلين الآخرين للحركات كانت توجد بينهم حوارات تحت الطاولة لم يفصح عن بعيداً عن حكومة عبدالله حمدوق نعم بعيداً عن حكومة عبدالله حمدوق بعيداً عن حكومة عبدالله حمدوق وهذا ما سبب فشل هذه الاتفاوية وعجزها الآن أن تتخص حتى موغف ينحاز إلى إنسان دارفور دعك من إنسان السودانك عموماً إنسان دارفور الذي كان يحلم بأن تكون هذه الحركات في العهد الجديد العهد الدنوراتي هي الملاز الآمن الذي يستطيع أن يحقق الأمن في دارفور ويستطيع أن يحقق التنمية في دارفور ويستطيع أن ينتشي الإنسان دارفور من هذه الوحدة فشلت هذه الاتفاقية فشلت هذه الحركات ما زال معدل الأمن معدل انفراط الأمن في جدار فوريا تسع يوماً بعد يوم من نيالة لجبل مون لمناطق كرنديك لمناطق مختلفة تحدثنا عنها منطقة منطقة هنا في هذه النصة لإفتغار الأمن وللموت العشائري القبلي الاقتصادي في سرع شروة بالمناسبة عند هذه النقطة استدعاء البعد القبلي خطورة الاستدعاء يعني استدعاء البعد القبلي على حساب التوجه المدني للدولة السودان عرفت الدولة المدنية وعرفت أيضاً شكل الدولة من قبل حتى من قبل مئة عام السودان عرفت يعني الدولة كدولة نعم اليوم هناك محاولة من البعض لي يعني استنهاض البعد العشائري والقبلي في القبائل السودانية وفي العشائر السودانية على حساب البرامج السياسية الأحزاب السياسية التنافس الديمقراطي ما هي مخاطر ذلك؟ أولاً يا سيدي هذا واحد من أسباب فشل انقلاب 25 أكتوبر هذا الانقلاب الذي يعاني من عزلة عزلة ملايين السوار الموجودين في الشارع وهذا الرفض الوطني والإغليمي والدول لهذه العملية التي لم تستطع أن تقف على صغينا لأن صغيها كسحتان هذا الفشل هو الذي جعلها تلجأ إلى الأجزاء الميتة من اللحم السوداني تلجأ إلى استنهاد ما تجاوزه السودان بعشرات السنين من خلال تأسيس الدولة المدنية تلجأ هذه السلطة إلى استنهاد المرتكزات العشائرية والغبلية والجهوية الدعم السريع يحاول أن يوجد له حاضنة وغيره المأسس العسكرية وحتى هذه الحركات المسلحة في دارفور تعرضت تماما بأنها ليست لها سند جماهير في مناطقها ومن تمثل إذن؟ هي حركات فوغية لذلك تحاول كل حركة أن تلجأ إلى ما يمكن أن يعينها من السند العشائري ما يمكن أن يجعل لها بعض الغوة من السند الغبلي وهذه هي مأساة السودان وهذه هي مأساة بارفور أوضح صورة هذا الرجوع بالتاريخ إلى عجلات التاريخ إلى الخلف بأن نستنهض غيام تجاوزها التاريخ طبعاً حتى تكون الصورة أوضح كل العرب وليس فقط السودانيين فقط يعني ينتمون إلى عشائر وإلى قبائل ولكل قبيلته وعشيرته وكل شخص وكل زول يفتخر بعشيرته ويفتخر أيضا بقبيلته كمكون أساس من مكونات من أساس تكوين المجتمع العربي ككل نحن لا نبذل القبيلة أو العشيرة كعشيرة فهي مكون أساس في المجتمع يعني ويعني الله عز وجل يقول أول سيد صلاح الأسرة والعائلة والغبيلة والعشيرة هذه أي سلطة ذات وعي يمكن أن توظفها في اتجاه تعزيز الروابط اللهمية الله عز وجل يقول وخلقناكم شعوباً وقبائل لي تعارفوا أيها بهذا المنهج يعني الغية التعارف والتعارف ما أيضاً ليس فقط عند حدد التماسك والتعاون على البر والتغوى وعدم التعاون على الإسم والعدوان هذه كلها قيم سماوية تعزز الغيم الإنسانية في الأرض صحيح لتكون هذه التكوينات تتعزيز لأن يكون السودان سودان وأن تكون الأمة العربية هي أمة نعم السامة وميز السودان هو هذه البانورامة الجميلة التي تشكل الطيف السوداني من كل الأشكال ومن كل الألوان ومن كل أيضاً الأعراق والإثنيات ويجب أن تستثمر كما تفضلت السامة تستثمر استثماراً صحيحاً وجميلاً يعني استثمر هذا التنوع ولا يستغل نعم يستثمر ولا يستغل لأن الاستغلال سيأدي إلى نتائج كارثية السودان هو حديقة يا سيد صراح السودان هو حديقة وارفة الورود يجب توظيف هذه الورود لأن تمنح عدرها للسودان كدولة وتشكل الصورة هذه الجميلة التي أنت أحد أقصانها شكراً جزيلاً لك أستاذ أسامة عبد الماجد محلل سياسياً شكراً جزيلاً لك مشاهد الكرام نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا يسعني في الأخير إلا أن أشكر ضيفي العزيز الأستاذ أسامة عبد الماجد محلل السياسي والشكر الموصول لكم مشاهد الكرام حيثما قدم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة